موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث إذن أعلن البنك المركزي اليمني بدء صرف مرتبات محافظة تعز وجاء إعلان البنك بعد ساعات فقط من تقديم المحافظة علي المعمري استقلته من منصبه احتجاجا على رفض البنك صرف رواتب موظفي المحافظة ويتهم المعمري البنك بعرقلة كل الأوامر المالية المتعلقة بتاعز وقال في بيان صوتي ألقاه على مواطني تعز المحتفلين بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر قال إن موظفي البنك يتعاملون مع تعز بصورة توحي بالعنصرية وليس كمحافظة تقدم التضحيات في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع من محورين الأول لماذا يتم التعامل مع تعز من قبل الشرعية والتحالف بهذا المستوى من التجاهل ولماذا تحرم حتى من أبسط حقوقها والثاني ما تداعيات استقالة المحافظة على تعز وهل إعلان البنك بالصرف حقيقي أم سيكون كغيره من الوعود إذن إلى جانب حصار الانقلاب وترد الخدمات وتوقف التعليم وأيضا الانفلات الأمني تأتي أزمة المرتبات كأبرز القضايا العالقة التي تخنق موظفي المحافظة ورغم صدور توجيهات متكررة من رئيس الجمهورية ومن الحكومة إلا أن تعز تصطدم دوما بعرقلة مستمرة لصرف المرتبات ويعد البعض قضية المرتبات تعبيرا عن أزمة سياسية أكثر من كونها مالية مشاهدينا سنتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفي بعد عام من المطالبات المستمرة بصرف رواتب موظفي محافظة تعز أعلن البنك المركزي بعدا انتهاء أزمة المرتبات الخاصة بالمحافظة والبدء بإجراءات صرفها إعلان البنك أتى بعد ساعات من إعلان محافظ المحافظة علي المعمري استقالته بسبب ما أرجعه إلى تعنط البنك المركزي بعدا ورفضه تسليم رواتب الموظفين في تعز بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي وأوامر رئيس الوزراء أحمد بن دغر بحسب بيان المحافظ فإن البنك أراد فقط صرف المرتبات لقطاع واحد من القطاعات فيما يمتنع عن الصرف لبقية القطاعات وهو ما دفع المحافظ للاعتصام أمام بن البنك للمطالبة بصرف رواتب كافة القطاعات أزمة صرف المرتبات في محافظة تعز والتي تبلغ نحو 5 مليار و600 مليون ريال شكلت واحدة من أهم الأهداف التي سعت لأجل حلها السلطة المحلية بالمحافظة وبذلت لذلك جهودا كبيرة إلا أنها كانت عادة ما تصطدم برفض البنك المركزي ولأسباب غير مفهومة وفق بيان المحافظ يرى مراقبون أن أزمة صرف المرتبات في تعز لم تنعكس فقط على الحالة الاجتماعية والوضع الإنساني الذي تعيشه المحافظة المحاصرة منذ نحو ثلاثة أعوام من قبل الميليشيا بل أمتد ذلك إلى التساؤل حول الدور الذي تلعبه الحكومة والتحالف في إيقاف التلاعب ومحاسبة المقصرين بكل ما يمس حقوق الموظفين ومستحقاتهم إذن مشاهدين نستهل النقاش وينضم إلينا من عدن غمدان الشريف السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء سيد غمدان مساء الخير مساء النور أخي العزيز وكل عام وأنتم وشعبنا اليمني بألف خير بناسبة ذكرى الخامسة والخمسين لثورة السادسة والعشرين من سبتمبر وأنت بألف خير أستاذ شكرا لك ولكن نبدأ معك البعض يقول سيد غمدان أن تاعز بالإضافة إلى كونها تعاني من حصار الانقلاب إلا أنها تعاني أيضا من حصار آخر مفروض عليها من الشرعية ما ردكم؟ محظة تاعز هي قلعة الصمود والمقاومة المحظة التي دافعت عن الشرعية وعن الجمهورية اليوم وفد حكومي رفيع المستوى من نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس جهاز الأمن السياسي موجودون في محظة تاعز الحكومة دائما إلى جانب تاعز ولكن الظروف الصعبة التي فرضت علينا هي لم تفرض على تاعز فقط وحدها وإنما فرضت على جميع محظات الجمهورية صحيح أن تاعز تعاني اليوم ولكن توجيهت فخامة الأخ الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء واضحة وصريحة بالوقوف إلى هذه المحظة وإلى أهلها هناك إجراءات تم اتخاذها واليوم صباحا باليوم تم تسليم المرتبات إلى شركة الكريمي هناك صعوبة في الإجراءات أخي العزيز هناك دمار كامل تعرفت له مؤسسات الدولة المؤسسات الدولة في عدن لم تكن مهيئة بقدر استطاع لأن تكون عاصمة عدن نظرا للظروف التي استخدمتها المركزية الشديدة في صنعها لذلك عدن وجدت نفسها عاصمة بدون مقومات لكن سيد غندان الظروف معروفة بشكل عدن بما حدث أو بما تركت الحرب الثقيلة التي حدثت على المدينة وإنما الضرر هو سيكون قائم على كل المحافظات إنما ما هو واضح أن المسألة المالية فيما يتعلق بتاعز فيها إشكالية كبيرة الإشكالية الكبيرة التي مع البنك المركزي وهو سلطة مستقلة هي إشكالية الإراد رئيس الوزراء وجد فتح فرع البنك المركزي وهذا سيسحل في حل المعظلة لمركبات محافظة تعز وتصيل الإرادات إليها تم توقيع أول أمس محضر ما بين الحكومة ومثلة بوزارة المالية والبنك المركزي وسلطة المحلية بمحافظة تعز تحاول فتح فرع البنك المركزي وسيتم الوفد الحكومي سيفتتح فرع البنك المركزي هناك إجراءات تم اتخاذها تأخرت هذه الإجراءات لأربعة وعشرين ساعة ولكن ليس هناك مشكلة كبيرة صباح هذا اليوم تم حلها المشكلة هناك توجيهة رغم أن اليوم إجازة رسمية ولكن تم الاستثناء بالعمل وتم حل هذه المعظلة نعم سيد غمدان هنا نقطة يعني هناك توجيهات من قبل أشهر من رئيس الجمهورية وأيضا قبل يومين أو ثلاث أيام كان يعني إعلان من قبل رئيس الوزراء بالتعهد بمتابعة مسألة وصول المرتبات إلى شركة الكريمي وصار فيها لموظفي تعز فنتفاجأ أنه محافظ تعز يقدم استقالته بشكل واضح وصريح أنه البنك المركزي يتعامل بنوع من التعالي والعنصرية تجاه المحافظة كيف ترون ذلك؟ أخي ليست هناك البنك المركزي هو بنك المركزي للجمهورية اليمنية لجميع المحافظات ليست بهذه اللهجة التي تتكلم عنها هي مثل ما ذكرت لك هناك هي ليست لهجتي وإنما لهجة المحافظة يعني حددها في بيانه نعم أنا أفكد لك أخي أن في إجراءات حقيقة كانت معقدة ولكن تدخل رئيس الوزراء بتوجيهات مفقامة الرئيس حلت الموضوع يومنا هذا وتم الصرف وأعلن البنك المركزي اليوم أنه بناء على توجيهات مفقامة الرئيس وليس الوزراء تم صرف هذه المرتبات لشركة الكريمي أخي العزيز تأخر هناك مشكلة أخذها خلال 24 ساعة ولكن الحمد لله في آخر المطاب تم صرف هذه المرتبات لكن ما تم يعني هل كان يتطلب من المحافظ تقديم استقالته كي تتم الاستجابة بينما الأمر هو من ثلاث أيام لم يبد فيه ذكرت لك أخي العزيز أن المشكلة ما بين البنك المركزي وهي فتح طرع البنك المركزي في محافظة تعز وتأخر صرف المرتبات نهاية يوم أمس وحتى أغلاق الدوام نظرا لعدم وجود الموظفين الكافيين لذلك ولكن في صباح يومنا هذا تم وجود الموظفين في البنك المركزي وتم تسليم المرتبات أخي العزيز أرجع وأكرر إن البنك المركزي وكل مؤسس الدولة في عدن تعيش حالة بناء هي ليست مكتملة عدد الموظفين لا يقارن بعشرين في المئة من الذين كانوا في مؤسسات في العاصمة صنعاء نحن في حالة بناء فالأخطاء مجرد أن تكون وتتكرر ولكن نحن نعالج الأخطاء إذا حدث خطأ يوم أمس فإن تصحيح يسمي اليوم لذلك نحن يجب علينا أن نتحمل ذلك وأن نبذل كل الجهود حتى تخرج البلاد من المحنة التي هي فيه بسبب ميليشيات الإنقلاب التي فرضت على اليمن واضعا تعصفيا مدمرا أنحك البلد وأدخلها في نفق المغلم نعم إذن سيد غمدان أستسمحك البقاء معي قليلا سينضم إلينا الآن من تعز الدكتور فيصل الحوذي في أكاديمي ومحلل سياسي دكتور فيصل مساء الخير دكتور فيصل هل تسمعوني إذن يبدو أن هناك مشكلة في تواصل بالساد فيصل سنعود له مجددا وأعود لضيفي السيد غمدان الشريف السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء سيد غمدان هناك تساؤل يعني يجب أن يكون الأمر مطروح بوضوح وشفافية يعني أبناء محافظة تعز يجب أن يعرفوا هذه الإجابة من يقف وراء منع صرف المرتبات هل هي إجراءات كما يتحدث البعض أم أن هناك توجه آخر في الموضوع أخي العزيز دائما نكرر أن هناك يجب أن تكون دورة مالية مكتملة لعل الاقتصاديون يجركونها أكثر مني لذلك طباعة العملة وإنفاق رواتب دون إيراد سيدخل البلد كاملة في نفق مظلم ستتداخل العملة الاقتصادية يجب علينا أن ندرك ذلك وأن يكون لدينا وعين كافي لذلك البنك المركزي لديه سياسة مركزية واضحة يجب أن يكون مقابل أي إنفاق لا بد أن يكون هناك إيراد حتى يكون وين يتساوى الإيراد الإنفاق في الإيراد حتى لا تدهور العملة ونصبح في كارثة مالية لا يحصد عقبائها لذلك لا بد أن نعي وندرك أنه يجب أن يكون هناك إيراد محظة تأز في الفترة الماضية لم يكن هناك لديها إيرادات كانت نسبة إيرادات لديها صفر لذلك الحكومة بدأت كل الجهود وصخرت كل الإمكانيات حتى تدذل كل جهود حتى صرف المرتبات وصرفت مرتبات التربية والتعليم في محظة تأز بأربعة مليار وخمسمائة مليون كان مبلغ بالنسبة لحينها لم تكن الحكومة قادرة على مواصلة دفع هذه المرتبات اليوم بعد إجراءات حفيظة هو جهود من السلطة المحلية ومن الحكومة أستطعنا أن نفتح فرع بنك مركزي سيتم فتحه خلال اليومين القادمين في محظة تأز خلال فرع بنك المركزي سيتم تسطيل كل الإيرادات لكن مسألة الإيرادات سيد غمداني المحافظة تعيش حالة من الحرب وأيضا حالة من الحصار قبل أن تفكر الحكومة بمسألة الإيرادات تفكر في مسألة حل القضية وأيضا تحرير هذه المحافظة من القتال والحرب التي تشنها عليها الميليشيات الانقلابية أعكدت أخي العزيز حين تدفع الحكومة مبلغ 4 مليار و 500 مليون في أي محافظة من المحافظات وال4 مليار و 500 مليون تذهب لا تعود إلى البنك المركزي ما دمعت الحكومة لا يعود إلى البنك المركزي لا تكون هناك دورة مالية لذلك تضطر هناك شحة في السيولة عن إعدام في السيولة لماذا؟ لأن هذه الإيرادات لا تورد المبالغ التي تصرها الحكومة لا تعود إلى البنك المركزي هناك كاربة مالية أخي العزيز أكرر لك تباعة العملة وإهدارها دون رجوعها إلى البنك المركزي يسبب ضياء للبلد هناك ميليشيات تستخدم أكبر الوسائل وتقوم بأخذ هذه الأموال التي تم تباعتها وتسقرها في خزائينها حتى يتم العرض بهذه الأموال أخي العزيز إذا طرفنا هذه الأموال دون أن يكون لها مرجع أو دورة مالية فإننا سنصبح كاربة مالية كاربة إقتصادية المشكلة نحن بالنسبة المبالغ التي يتم دفعها يجب عليها أن تعود إلى البنك المركزي مجددا حتى تنطمم الدورة المالية وهذا لن يحلل بشكل جذري إلا في حال حريرة المحافظة بشكل كامل وفرضت الدولة سلطتها داخل المدينة وأيضا فعلت مؤسساتها على الأقل المبالغ التي نصرتها كمرتبات تعود تكتمل الدورة وتعود إلى البنك المركزي حتى تستمر العملية بانتظام لا نطلب من محافظة تعد أن تسلم إيرادة 5 مليار لو سلمت مليار فقط الحكومة المركزية تدعم ذلك نريد انتظام الدورة المالية كل الأموال التي تذهب تنطمم في عدد البنك المركزي لا تروح إلى الصرافين لا تروح إلى أجهزة فساد أخرى كالإنقلابيين وبنكهم في صنعاء لذلك نريد انتظام الدورة المالية البنك المركزي حريص كل الحرص على انتظام الدورة المالية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي هي إجراءات لحفظ المال العام وكذلك يعود إلى اقتصاد البلد حتى لا يتنهار هذه العملة نعم سيد غمدان هو في نهاية المطاف الحل لا يوجد سوى بيد الحكومة في هذا الجانب سأعود إليك لكن سأرحب بالدكتور فيصل الحديفي أكاديمي ومحلل سياسي سينضم إلينا من تعز دكتور فيصل مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك دكتور فيصل ما تحليلك لطبيعة أزمة مرتبات تعز الموضوع لا يتعلق فقط بمرتبات تعز الموضوع يتعلق بمرتبات موظف الجمهوري اليمنية من سقطرة والمهرى حتى صادة فقط تعز يضاف إليها معاناة أكبر باعتبار أنها تحت الحرب والحصار وبالتالي كان يفترض أن يضاف إليها الإغاثة الدائمة والدعم الدائم عن غيرها فالمشكلة لا ينبغي أن نختزلها بهذا الاختزال نعم لكن هناك محافظات وهناك أيضا مناطق قد تصل المرتبات بين حين وآخر لكن كما هو معروف تعز تعاني أزمة من أكثر من عشر أشهر بدون مرتبات المرتبات منقطعة من عشر شهر على اليمن كامل وليس من عشر أشهر وما هو معصرف لا يعد مرتبا بقدر ما يعد ضمن اجتماعي لا يسمى المرتب مرتب إلا إذا كان له ديمومة الصرف الشهري أما إنك تقطع المرتب عام كامل ثم تأتيني بشهر هذا لا يسمى مرتب هذا يسمى ضمن اجتماعي إلا إذا كان هناك إغاثة دائمة وبالتالي ممكن نحتسبه مرتبا فالموضوع لا ينبغي أن يختزل أرجو من الإخوة الإعلامين في جميع برامجهم أن لا يختزل الوضع بتاعز تعز معانتها كبيرة في الحرب والحصار ولكنها كغيرها من جميع محافظات الجمهور الإيمانية لا تستلم مرتبات كغيرها إلا الخليل نعم دكتور أيضا أدت أزمة مرتبات تعز إلى استقالة المحافظ علي المعمري ثم إعلان البنك بدأ الصرف ما قرأتك للاستقالة والأزمة بينه وبين البنك إذا تأكد لنا يقينا بأن الصرف بدأ فمعنى ذلك بأن الضغط الذي كان يجب أن يكون لم يتوفر كان ينبغي على الأحزاب وعلى الموظفين وعلى المجتمع أن يمارس الضغط بكثاءة عالية حتى يتم الصرف أي أن الصرف الآن تم بسبب ضغط قام به الأخ المحافظ المعمري المستقيل وهذا صعد عملية الضغط إلى درجة لا تتوقف عند حدود الجمهور اليمني ولكن عند جمهور العالم باعتبار بأن الاستقالة حددت التهمة حددت المتسبب بهذا الصرف وهو بركة المركزي باعتبار أنه ليس لديه سيولة هذا عذر قبيح لأن هناك طائرات نزلت أكثر من مرة وفيها مبالغ أين ذهبت هذه المبالغ هناك من يمر على منصف الوديعة ويجد أناس وسماسرة يبيعون الأموال النقضية القديدة التي لازالت خرقت من المطبعة بروجة ملايينية للناس القادمين بالعمل الصعبة يعني هناك لصوصية في زمن الحرب هناك لصوصية في زمن المعاناة للأسف هؤلاء لا يخجلون لأنهم يمارسون القبح الذي لم نكن نتوقعه نحن خرجنا ثورة ضد الاستبداد والتوريث وإذا بنا نسقط في الفوضى والقبح الذي لم نكن نتوقعه نعم لكن يا دكتور كلمة المحافظ في حفل سبتمبر اتهم فيها البنك بعرقلات كل الأوامر المالية التي تتعلق بتاعز وليس فقط المرتبات لماذا يعرق للبنك كل ما يتعلق بتاعز أنا داعم أن أكرر بأن تاعز تخضع للحصار والحرب أي نعم وهي تقدم تضحيات كبيرة في سبيل اجتعادة الدولة لكن اليمن كلها مظلومة بسبب هذه التصرفات أنا يعنيني أن لا يحرم المواطن من راتبه أي أن كان محاصر أو غير محاصر جنية الأوامر المواطن اليمني هو مواطن له كامل الحقوق المقفولة له بالنسور في جنة القرى والأرية في المدن المحافظة التعز لم تسهم الحكومة بشكل واضح والسلطة الشرعية في دعمها من أجل التحرير أو لم تضع برنامج لتحرير هذا واضح إلى جانب المرتبة قلت بأن مسألة السيولة هذه أكذوبة وغير مقبولة لأن هناك عملة مطبوعة كذلك هناك تنمية أو مدخول مالي من جميع منافذ الأرض تحت الشرعية هناك عندك منفذ الوديعة منفذ المهرة منفذ المكلة منفذ عدان هذه كلها تدخل منها واردة مشتقة النفط الديزر البترول السلاع السيارات يعني هذي أين سبب هذه الأموال يعني باليوم هناك ميليارات تدخل الخزينة ولكنها لا تفوض إلى البنك هذا شيء خص الحكومة وبالتالي عليها أن تبعث أين تتجه هذه الأموال علينا أن نوجه سؤال لندغر نفسه رئيس حكومة هل مدير البنك المركزي يتبع حكومتك أم يتبع حكومة ثانية أم يتبع دورة أخرى أم يتبع دورة الصومان يوضح لنا فإذا كان يتبع دورة الصومان مقدم اعتدالها بندغرونها كله خلاص أنت مفترض تنتقل الصومان بحيث تستغل في هذه الحكومة لأنه مقدور بندغر أن يقدم اقتراحا لتغيير مع وزير المالية لتغيير مدير البنك لأنه يرفض قرارات جمهورية وتوجيهات رئاسية وتوجيهات حكومية يعني هذه العصابة ليست عمل حكومة للأسف رئيس الجمهورية هو يعلم بأن عاما كاملا من قطاع الراتب وبتوجيهات متكررة وفيها سبب العين يتبع أن يتسبع من هو المتسبب ويغيره القرار السيادي برئيس الجمهورية ليس الحكومة عليهم أن يعالجوا كل موظف مهما كان موقعه إذا كان فيعص الأوامر ويرمي بها ويتعاملها عامل لحدود مع جهة أخرى فهذا لا يلزمنا وعليهم أن تتحمل المسؤولية في تغييره نعم اطمعي دكتور سأعود لأكمل معك أذهب إلى ضيفي الآخر سيد غمدان شريف السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء سيد غمدان كما سمعت ضيفي الآخر الدكتور الحذيفي يقول أنه يريد إضاح من رئيس الوزراء إذا كان رئيس البنك المركزي اليمني يتبع حكومته أم أنه يتبع ماذا إذا كان هناك أموال تباع على الحدود اليمنية وأيضا هناك توجيهات أيضا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ترفض أكثر من مرة وآخرها التي تسببت باستقالة المحافظ أخي العزيز دعني أولا أعرج على ما قاله ضيفة العزيز الذي تجاهل كل الجهل أن الميليشيات الإنقلابية تستحوذ على 60% من الإيرادات التي في الوطن ومنها إيرادات محظة تعز التي فيها المصانع وفيها شركات الاقتصالات والمؤسسات غيرها هناك 581 مليار ريال جنتها الميليشيات الإنقلابية خلال عام وبحسب تصريحاتهم أنفسهم ضيفة العزيز لم يعرج نهائيا لم يتكلم عن تلك الإيرادات لم يطالب منهم أن يحولوا هذه الإيرادات لصالح البنك المركزي الذي هو بنك مستقل لا يتبع للحكومة ولكن يتبع للسلطة الألية للدولة البنك المركزي قراره سيادي وله مجلس إدارة هو الذي يتحكم فيه وهذا حسب النظام وحسب القوانين وهو يطلع إذا رجع للدستور الجمهورية اليمنية سيدرك ذلك البنك المركزي له سياسة مالية واضحة يتبعها لذلك البنك المركزي يتبع سياسة الإيراد والإنتاج ولكننا لحد يومنا هذا ستين سمية من إيراداتنا تذهب إلى الميليسيات الإنقلابية وتصخرها لقطرنا ومن ضمنها محافظة تعز تعز الأبية الصامدة تبثل هذه الإيرادات لذلك أخي العزيز نحن نعيش مروف صعبة محطات المحررة جميعها ستنم مرتبات بشكل شهري وبانتظام لكن هنا مسألة الإيرادات سيد غمدان أنت تقصد الإيرادات المتعلقة بتاعز أم أن في المحافظات جميعها الخاضع لسطرة الميليشية أخي العزيز أنا أتكلم عن إيرادات المحافظة تعز وصنعاء وعمران وصعدة كل الإيرادات بما فيها شركات الإتصالات نحن إلى يومنا هذا لدينا سياسة عن شركات الإتصالات التي تذهب أموال كبيرة إلدها لدينا مين الحديدة إيراداته تفوق 200 مليار سنويا لدينا إيرادات كبيرة لا زالت بيد الميليشيات الإنقلابية الحوثيين والميليشيات الإنقلابية استحدثوا مناثل جمهورية على أبواب المدن ويخضون ذلك كذلك جمالك لذلك 581 مليار هو المعلن أخي العزيز هناك أزمة مالية صعبة تعيش الحكومة السيولة التي طبعتها الحكومة إذا كل فترة نطبع أموال سنكون في نفض مظلم سنكون في أزمة الاقتصادية كاربية لا يعلمها المحاضات المحررة تورد إيرادات لصالح البنك المركزي يتم من هذه الإيرادات دفع الببالة نحن إلى يومنا هذا لم تصل جميع الأموال المطبوعة إلى البنك المركزي ولكن هناك سياسة تتبعها البنك المركزي سياسة واضحة أن يكون هناك مقابل كل إنفاق إيراد لذلك تأخير مرتبات المحاضة تأز وهي الإجراءات المستبعة في إيش تحويل هذه المرتبات إلى صرح البنك المركزي وبتح فرع البنك بدأت الخطوات بدأ العمل الإيجابي بدأت الأمور لدينا مشاريع كبيرة نعم سيد غمدان هنا سؤال أخير وباختصار سيد غمدان إذا ما صح أنه صرفت مرتبات موظفي تأز وباشرة شركة الكريمي بعملية الصرف هذه المرتبات هل هي مرتب لشهر فقط أم تشمل المرتبات الأشهر الماضية التي لم تدفع من قبل الحكومة وأيضا هل ستستمر عملية الصرف الأشهر القادمة أم هي فقط لهذا الشهر تم تسليم ما تبدأ من مرتبات شهر ديسمبر عام 2012 وكذلك يصرف شهر أغسطس كاملا لجميع الموظفين ومن ثم جدولة المرتبات السابقة بانتظام وانتظام صرف المرتبات الأشهر اللاحقة نعم أشكرك جزيلا غمدان الشريفة سكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء أعود لضيفها دكتور فيصل الحديفي دكتور فيصل يعني البعض يعتقد أن أزمة المرتبات يعني تحمل في داخلها أزمة سياسية بين الشرعية والتحالف إلى أي مدى صوابية هذا الطرح لا نستطيع أن نحمل أي طرف آخر أي مسؤولية إلا في حالة وحدة أن قمنا بواجبنا على أكمل وجه نعم إذا كانت السلطة الشرعية قد قامت بواجبها على نحو المعقول هنا يمكن أن نطلق الاتهامات للتحالف لواشنطن، لإسرائيل، لزحال، للمشتري، ليس مشكلة لكن أنا أمامي حكومة رديئة في التصرف يعني غير مؤهلة للإدارة السياسية ولا لاستخدام القرار السياسي الحسن ضيفك هذا يتكلم بإدعاء هو حدد أنه مشكلة الإرادات دكتور يعني الإرادات لا تحصل في تعزوة في كثير من المحافظات وهذا ما يتسبب أزمة المرتبات وهذا غير صحيح هذا إدعاء فأشل أنت بمقدورك عن طريق بي والتحالف أم تمنع دخول أي شيء عن طريق الحديدة هذا كمنفذ لماذا لا تحول جميع السفن إلى عدن ومن عدن تمول اليمن كامل وبالتالي تحصن الضرائب والجمارك من المناثر تحت الشرعية هذا واحد بثنين أنت تحت تصرفك مارد شبوة حضر موتوك كلها محافظات إرادية نفطية وأنت مسترض أن تصدر نفط لكي تغطي احتياجتك في العملة النقدية الرقام ثلاثة المناثر الذي يدخل منها السيارات والسلع الغذائي من عدن تشمل اليمن كامل إذن تفرض أو تأخذ الرسوم والجمارك وضرائب أخرى من المناثر مباشرة أنت يتحدثون عن مصانع تعز طيب تعال حرر تعز خذ المصانع لك هو النقطة الأهم والأبرز دكتور هو أن يتم التعجيل في مسألة تحرير هذه المحافظة وتعود مؤسسات الدولة وتعود الإرادات للدولة دكتور أزمة المرتبات هي جزء من أزمة تعز هناك حصار من الانقلاب كما أن هناك من يعتقد وجود فيتو من التحالف على تحرير تعز كيف توصف حالة تعز؟ أنا لا أستطيع أن أتهم التحالف إلا إذا كانت الصفة الشارعية أدت واجبها على أكمل واجب هنا سأوجه الاتهام للتحالف الإرادة التعز من عام كامل عندما نقل البنك المركزي من صمعة إلى عدن لماذا لم يفتح فرع البنك المركزي في عدن؟ لماذا لم يفتح مكتب جمالك لجميع السلع في تعز السيارات وغير السيارات؟ لماذا لم يفتح مكتب ضرائب وفعل؟ لماذا لا يلزم السلطة المحلية بإعطاء سنادة بنك مركزي مالية بإرادة كل ثلث إلى البنك المركزي الذي ينبغي أن يفتح لم يفتح كيف هؤلاء الناس يبحثون يتكلمون بكلام وكأن النفس الزج لا يفهمون؟ عيب هذا الكلام يعني الآن 8% كما تقول الحكومة الشرعية بأنها تحت محررة إذن أين إرادات هذه الأرض المحررة؟ أنا أريد من البنك المركزي أو المالية أو البندغر يقول لي كما الدخل اليومي من الإرادات أو الشهري أو السنوي حتى نعرف إلا أننا لا يعرف نحن كم يدخلون فقط يقولوا واتوا حق الإنترنت طيب الإنترنت بيدك والتليفون بيدك يغلق الشفاء على يوم وبني مركز التفالي وخلوهم يدفعون لك خسروا أنهم ينقطع عليهم الخط هناك سوء إدارة هناك تشل هناك نوع من العبث هناك نوع من الانقسام في السلطة هناك إدارة غير ناجحة لا ينبغي أن نرمي شيء على التحالف معروف بأن التحالف كما يقال لن يدخل فمك إذا كان مغلق ذبابا نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا دكتور فيصل الحديفي أكاديمي ومحل السياسي كنت معنا من تعز مشاهدين بهذا القادر نكتفي ونصل إلى اختام حلقة الليلة من زوايا الحدث أشكر أيضا ضيفي غمدان شريف سكرتير الإعلامي لرئيس المزرع وفي الختام مشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة زميل عبد الرقيب الأبارة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر